مساء الفل والهنة والسعادة والتفاقل والحب مساء كل حاجة حلوة عليكم رجع كلتو تاني في حلقة جديدة من برنامج عشها بسعادة النهاردة معنا دكتور أحمد سعيد الخلي لعلاج أعلام المفاصل والسمنة وعلاج أعلام السمنة والنحافة بكوات المسلح أهلا وسلام بحضر الهدف أهلا وسلام بحضر الهدف هو احنا النهاردة يا دكتور شرفتنا في البرنامج هل نهاردة طبعا عنوان الحلقة بتاعتنا حضرك اتعرفنا بعنوان الحلقة بتاعتنا ألام المفاصل بصي طبعا حلوة عايشين في ظرف الكورونا للأسف إن الكورونا ساعد في انتشار السمنة طبعا الناس بقت قاعدة في البيت دورها كله اللي هي بتاكل بس بيحركوا بققهم ما بيحركوش نفسهم للأسف الناس بقت تقلت السمنة أعرضها بتعمل حاجات كتيرة منها ألام المفاصل فأنا مثلا وجيت أقول للناس دوقتي السادة مشاهدين يعني إيه سمنة لأنه لازم أعرف الناس يعني إيه سمنة هو السمنة دوقتي بالطريقة الطبية لازم تتثبت بحاجتين التحليل الطبية ومكياس الكتلة مكياس الكتلة ده اللي هو بيطلع لي نسبة الدهون والمية والعضلات اللي في جسمك والتحليل الطبية بيشوفها من التحليل الدهون الكاملة والأملاح طبعا أنا عاز أتكلم في السمنة هنا الناس ربطها بالدهون فقط لا في حاجة اسمها دهنية وفي حاجة اسمها سمنة مائية يعني سمنة دهنية سمنة دهنية لنت في خلاية دهنية بتاعتك منططة بالدهون دي الناس معظمة فهم الكلام ده طب إيه السمنة مائية دي يا دكتور أحمد حضرتك الناس بتحب قوي في التحبيش وتلف قوي التوابل والحاجات دي طبعا الشاب المصري اللي قال عليه نصير آه فالنقطة دي بتعمل حاجة في الطب اسمها سورة وطة اللي voltage أحدباس مائي احدباس مائي دي يعني ايه؟ يعني التوابل اللي حتاك بتاخدها دي مش الملح الطعام بس انا بتكلم ملح الطعام وجوامية انواع التوابل من فلفل وكمون وشطة والحاجات دي كلها ليه هنسب متفاوتة في حبس المية بتمسك المية اللي انت بتشربها هل المية ضد الجسم؟ لا اشرب مية براحتك بس انا دايما بقول نقلل التوابل علشان منحبسش مية ونوزن طب دكتور حمال متفهمنا كده الله يبدأ عليك عشان احنا مش فاهمين هقول لك بالظبط همسعك بتمسلتين معينين عشان تفهمن دوقتي انت بتيجي تكلي بني اقب وفتيج قطعة البني اقب وفتيج دي مش طويل تالما حلو؟ اى طب عشان الشربة التتبيلة اه طيب شربة التتبيلة يبقى انا كده التوابل دي لما باخدها انا في جسمي بتتحبص في العضلة ان البني وبوفتيج دي هي عضلة الحيوان يبقى العضلة بتشرب ايه التوابل دي يبقى المغزوم بيتخزن فين في العضلة علشان بعد كده حداك كما تيجي تشرب مية تقوم ماسكاها خدت بالك طب ايه تاني زي في عيد الأطحل اللي هو قدام شوية ده بيشربوا خلفان عيدة راحة مية مية بطير عشان توزن يبانيها بقدوتي سنة دهنية وسنة مائية طيح حداك بتقول دهتي انت من تحليل الطبية بتعرفها ازاي في حاجة اسمها تحليل دهون الكاملة وفي حاجة اسمها تحليل الأملاح اللي هو اليوريك اليوريك ده بيثبت لي العيان ده عنده نسبة أملاح عالية اللي هم ده النقرص ايه خلتي بايك طيب نكمل في الدهون انا بيثبتها ازاي فيه ارقام كتيرة او قدامي طب انا عاوز اعرف يا دكتور رحمد تبص على ايه عندي ارقام بتقليني كدكتور وفيه ارقام بابني على الكوليسترول الكوليسترول بيبني من رقمين بيبني من رقمين ايه هم الرقمين دول اللي هي في التحية الطبية انا هقولها للناس طبعا عارفة النمازج دي اللي هي LDL والHDL الHDL دي يا دكتور رحمد يعني ايه يعني الشحوم البروتينية عالية الكسافة المفروض الرقم بتاع الشحوم البروتينية عالية الكسافة ده ما يقلش عن 35 ملي لكل 100 ملي بلازمة انه هو لو قال يبقى دهنا القوص خطر ليا كطبيب ان فيه دهون الجماعة في الشرين القلبية يبقى حضرتك عندك أردل ايه لحاجة اسمها الجلطة الدهنية طيب الكولسترول كمان بيبني على ايه انت قلتلي على الشحوم البروتينية عالية الكسافة فيه حاجة اسمها الشحوم البروتينية قليلة الكسافة اللي هي LDL دي بقى لو عيه تعملتين دي بقى دهناقوص خطر ان فيه كولسترول عندك في الدم يبقى انا بعرف الكولسترول من الرقمين دول اهم عندي رقمين موجودين غير طبعا دول السلسية والحاجات دي طيب الاملاح بقتنسيبتلي ازاي كمان انا قلت من مكاس الكتلة واليوريك ان المفروض انا معلاش طب انت واحد يقولك اليوريك انا خمسة ستة المفروض هو متنين ونص فيه معامل بطرحة متنين ونص سبعة او كده انا كده تماما دوترحمة ستة لا هو لازم يكون مربوط بسن حضرتك يعني النورمة مش بين الرقم ده والرقم ده انا كدكتور يعني بمحص قوي قوي او فيه في كل حاجة قدامي لا انا كل حاجة لازم احيها للمريض اشوف انت سنك كام انا عندي في اول المريض اللي هو التعريف سنك بتعمل ايه بتشتغل ايه ان كل الكم ده انا بحطه في دماغي وانا بشتغل معاك عشان لماجي اخسس حضرتك او عالج المفصل يعني معنى ذلك يا دكتور اللي بيعمل ضيت ممنوع يستعمل طويب الفل قد لا احنا بنقول نقلل او تشعيره انا عاوز اكتر اللمون والخل والفلفل الحرده افضل او انا عاوز اربط بقى موضوع الكورونا طبعا وانتشاره ايه بقى الكورونا دوقتي الكورونا انا مش هتكلم عليها بتوحص قوي بس انا هتكلم ان هي اساءت الناس في ايه ان هي خلت الناس دخلت في داية السمنة حتى المريض اللي هو كان عنده سمنة متوسطة السمنة بتاعته غاليت طب انا واتي عندي مشكلة ايه دكتور رحمة حضرتك كثير الاكل اللي هي الدهون والشحوم العالية الكسافة طبعا انا ما اجي اقول هنا مريض طبعا انا مش بتكلم هنا على المريض بتاع الكورونا بتكلم على الناس هي قاعدة في البيوت طيب الناس قاعدة في البيوت بتاع ايه اللي بيزيد في الدهون دكتور رحمة نطلع فاصل ونرجعلك تاني عزيزي المشاهدين نطلع فاصل ونرجعلك تاني ورجعنا لك تاني مع دكتور احمد سعيد الخولي استشاري الام المفاصل وعلاج السمنة والنحافة حضرتك هنكمل مع حضرتك طبعا الوقت على ان الكورونا خلت السمنة تتفشى انها طبعا الناس بقت مقبلة على الحاجات الدسمة والحاجات الفاتوابل فبالتالي ان انا دواتي بقتر من المساحة بتاعة الدهون عندي في الجسم طبعا الخلايا الدهنية دي اشانا اتكلم مع الناس في الموضوع ده هي موجودة في الغشاء البريطوني اللي هو شادد على الجسم كله الغشاء البريطوني ده فيه الخلايا الدهنية اللي بتتحكم فيه الام من سن الفيترام لسن ايه؟ سن سنتين في العدد الخلايا الدهنية دي هي اللي بتجمع الدهون فيها لما الوقت اقعد في بيت كتير طبعا بجمع الدهون في الخلايا دي بطريقة اسرع فاحنا بنقول ان احنا عاوزين نخلي الناس تحاول تاخد الحاجات اللي هي تزود الحلق شوية اللي هي مثلا الفلفل الاخضر بتاع الخضار ده شوية ما تقطاش التوابل في الاكل نحاول نقللها نخلي الاكل دلعة علشان ما زودش الكتلة الدهنية في الجسم علشان ده كله بيجي على مفصل الجسم انت المفصل دي هو اللي بيشير كل الجسم اللي هو مفصل الرجبة والكاحل وبعد كده لو حصل له اي ضرر بيبقى في مشكلة في العمود الفاقي نفسه في الفاكرات طبعا انا عايز اتكلم ان السمنة ليها مشاكل جدا كتيرة زي ما انت عارفها بتخش في امراض العصر طب هي فعلا السمنة يا دكتور مرض عدوي فقط لا ده مرض عدوي مرض نفسي انت عندك المرض النفسي ده يعني ايه يعني مثلا انت عندك مرض سمنة انا بيكلم على السمنة اللي هي المميتة والسمنة اللي هي المفرطة الناس بتجينا مكتابة اللي هي مش عارفة ولا تشتغل ولا تعيش ولا تتجوز فبيجي لك تقاب عشان كده هو مرض نفسي ومرض عدوي اخر ليه بقى اللي احنا بنقول السمنة مرتبطة بأمورات كثيرة منها ألم المفاصل بتاعتي النهار ده ومنها مرتبطة بداي السكري وداي الضغط ابتضغط ازاي يا دكتور عحمد انا حضارك لسه زاكر في اول الحلقة اللي هو موضوع الشحم البروتينية عادة الكسافة اللي هي موجود في الشرين القلبية لما بتجامع الدوم في الشرين القلبية بتقلل كتر بتاع الشرين القلبي فبتزود ايه الكتر بيقل عندما كتر يقل بتاع الشرين القلبي يجد الضغط فبيجي للمريض بتاع الضغط من هنا تب الضغط ده عبارة عن ايه رقم انقوبادي على رقم ابساطي اللي هو عبارة عن قوة ضغط الشرن القلبي اللي هو تعدخ دم للقلب القلب دي عبارة مش قلبة طبعا مش تحب ولا حاجة القلب ده عبارة عن ترمبة الدم اللي هو بيدخ الدم في الجسم بياخد الدم اللي هو محمد بسن أكسيد الكربون ويرجعه للرقة وياخده تاني يوزعه للجسم وإيه؟ محمد بالأكسجين طيب أنا عاز أقول هنا الضغط هنا عبارة عن إيه مرضى الضغط مرضى الضغط في الجسم في الناس كلها في مصر يعتبر في حاجة اسمها الضغط الأساسي اللي هو إيه؟ في الطب اسمه essential hypertension أو الضغط الأساسي يعني الضغط الأساسي يعني الإنسان بيجي له ضغط مرة واحدة دي بسبب السمنة إن الدهون ترقمت فيه الشرن القلبية زودت الضغط فالإنسان جاله ضغط بدون أي عرض مرضي أنا باتكلم على كده لكن إنت لو لك عرض مرضي ده اسمه الضغط الدم الثانوي اللي هو مرتبط بالأوعية الدموية أي مشكلة في الأوعية الدموية طيب إيه الحاجات اللي بتزود الضغط أنا أقول للناس الملح الأملاح وإيه تاني إيه قطرة بحضرتك التوبة زي محرج بتقول كده قطرة الأنف أدوية الاكتئاب السيدات اللي هما بيمشوا على الأدوية اللي هي بتاعت معانا الحمل دي بتعلي الضغط طيب إيه اللي يقلي الضغط يا بوترحمد الحاجات المليانة بالبوتاسيوم والماجنيزيوم البوتاسيوم موجود فينا يا بوترحمد موجود في الكنتالوب ده أقتي هو نزل في الحاجة اسمها الأفوكاتو ده جميل جداً بتحط في سلطة الأفوكاتو ده موجود في إيه كمان موجود في الموز خدت بالك موجود في حاجات كتيرة جداً منتشرة طيب أنا بتكلم الحاجات بتاعت الضغط طيب أنا دلوقتي لو أنا يا دكتور رحمد أعاوز أحارب الكورونا دلوقتي أو أسيطر على الكورونا كتغذية تقول لنا إيه يا دكتور رحمد أقول لكم كطروا من الحاجات اللي هي فيها فيتامين سي عشان نقوم مناعة اللي هي زي إيه يا دكتور رحمد عبارة عن البروكلي البروكلي ده غني جداً بالإيه؟ بالفيتامين سي وهو نبات شتوي وهو أساساً غني جداً بالكالسيوم كمان طيب إيه تاني مثلاً موجود فيتامين سي موجود الفلفل الألوان فيه الطوم فيه السبانخ فيه حدخين على الشهر الكريم رمضان اللوز فيه الكمون ده كله بيدعم المناعة ضد الكورونا عشان موضوع السمنة يبقى أنا ممكن أستفيد اللي أنا أكل الحاجات التغذوية بس يا دكتور اللوز اللوز اللي مش محمس لا اللوز الني طبعاً اللوز الني أنا عاوز أخذ تغذية فنطاق معين اللي أنا أحالب بيها وما أخذش صورات حرارية طيب لما أجي أقول السمنة وإحنا فوقه في داق العصر متعلق كمان بحاجة اسمها إيه؟ داق السكري يعني داق السكر يعني إيه؟ عشان عارف السكر للناس السكر يعني نقص أو عدم إفراز أو عدم استفادة بهرمون الإنسولين الذي يفرز من جزء للانجر هنز مش بلومحية الهندي اللي هي في البنكرياس يبقى أنا الوقت لو أنا حصل كده في الإنسولين بيقسم لي داق السكري لإيه؟ الفصيل الأول وفصيل الثاني اللي هي لإيه؟ طيب 1 وطيب 2 طبعاً الفصيل الأول دا احنا ملناش دعو بحلقتنا في السمنة اللي دا مولد بيه لكن حضرتك أنا ممكن واحد عيان عنده 30 سنة ما عندهش سكر بسبب السمنة يجيله سكر درجة تانية يبقى يصبح يجيله سكر درجة تانية طيب يا دكتور رحمة يحي نقمي إيه هنا؟ لازم تروح دكتور متمالك أدويته عشان يزبطك التغذية بتاعتك بس اللي هو ممكن يشيل موضوع عرض السكر درجة تانية دا مش لازم أدي أدوية أو الحاجات دي كلها بتاخد في الأول الأدوية بتاعت السكر العادية بس انت بايكين نزبطها لك بالتغذية السليمة طبعا السمنة دا مربوط بأمنات السكر والضغط وألام المفاصل للأسف ما هي علاقة السمنة بألام المفاصل يا دكتور؟ دلوقتي أنت لما تيجي خلالة دونية هنعرضها الخلال دونية لما تكتر لما تكبر في الحجم وتزود جسم الإنسان محمد هيعرض لنا السور دلوقتي؟ هتبين عليك اللي أنا بتزود الضغط على مفصل الرجبة والكحل زي ما احنا نشوف في دوقتي كده أنا عندي مشكلة الأوانية بيبان في مفصل الرجبة دا مثلا مفصل في صورة يا دكتور دا اللي هو الحوض دا بيبقى التهاب بيبقى مفصل الحوض عنده في مشكلة بس دا بيبقى التهابات مفصلية في المفصل الحوض دا دا حاجة تانية السمنة برضو ما بتقصرش فيها قوي بتقصر على الرجبة والكحل الأول لكن دا بيبقى ليه علاج بالحان التداخلي دا نقل الالتهابات دي أو نقل الاحتكاك لو يجيب بيقلب معنا الإصار أفضل وريني الصورة تانية علشان خطر أوليها له من ناس هنا مثلا دا مفصل الكحل الشوكة العظمية طبعا ومفصل الكحل دي مشكلة كبيرة في العصر دا الحان التداخلي وفر الموضوع دا على الناس عشان طبعا إحنا لما منيجي نعمل العمالات الجراحية في الحاجات دي كلها بتعمل علاقة ترضية مع الناس أكتر بدل ما بتحسن الموضوع لا الموضوع بيزيد سوءا شوية فالحان التداخلي داوقتي بقى يقلل موضوع الشوكة العظمية في الكعب أو بيقلل موضوع ألام الكعب عامة بسبب حمل اللي هو مريض السمن عليه الصورة اللي بعد كده زي هنا بضو رجبة دي منتشرة جدا إحنا عندنا لما منيجي نشوف مرضى ألام المفاصل بذات الرجبة دي بتتحدد درجة الخشونة من الواقع الأشعة والكشف المبدئي ونبتد نعمل نركز الموضوع اللي هي تحكم على التركيزات على درجة الخشونة بتاعت الإنسان الأدامي اللي بتبام بتمشي على كرس معين علشان إحنا نقلل الاحتكاد ونوقف نمور خشونة طب هل فعلا يا دكتور الحقن في الركب نفسها فعلا بيقلل من الخشونة الأهم حاجة في المادة اللي هتحكم أو يعني أنا ضد الزيت والكرتزون أنا ضد الكلام ده ليه؟ أساسا دي ما بتمشي حاجة الكورتزون ده أساسا بيزود في التهاب بتاع إيه؟ العضلات أو الاربطة لكن والزيت ما بيعملش حاجة فإحنا متكلم عن المواد الجليتينية بنائة بنحطها في المفصل علشان خاطر نزود حركة المفصل بنوقف نمور خشونة مش من قللها ونحافظ المريض يبعد عن شبح العمالات بتاع الزرع المفصل معنى اتصال رجب بالأكثر علو السلام عليكم علوك السلام تحياتي لكم يا فندم وتعاية للدكتور وتعاية الفريق لأهداد المحطرة من قناة الصحر يا فندم أهلا بحضرتك يا أساس رجب ربنا يبارك فيكم يا فندم ربنا يبارك فيكم يا رب تفضل يا أساس رجب إيه سؤالك؟ عندي سؤالين يا فندم عندي يا فندم كان غضروف في العنقية وكانت عملت التوسيع في الخنوات العصبية الشوكية بعد عملت العملية رجي اليمين نار يا فندم نار مولع نار سخانة يعني ما فيه داعي المكان تحضها في المية حتى لا تخفى عليها بعد كذا روحت الواحد دكتور تاني قال لي لاني انت تعمل الرابع والخام سقطانية وزن حضرتك كم؟ وزن حضرتك كم؟ نعم وزن حضرتك كم؟ سبعين تمام خطور برضو يا دكتور نعم حضرتك طويل؟ لا يا فندم يعني مليس جول تعمية وخمسين ممكن اه بس كده عمدو 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 شكرا يا رجب عمدو دوقتي الموضوع الفكرات اللي أنا اللي هو بتاعت العمود الفكر دي أنا بقول هو طبعا عنده خشون اكيد في الرجبة ان هو طبعا أهملها خلت الجسم بدأ من يحدث الحم بتاعته على مفصل الرجبة والكاحل بقى يحدث على العمود الفقري حصله انزراج غدروفي انزراج غدروفي ده هو بيقول القنوات العصبية الشوكية دوقتي لما يجي يحصل انزراج غدروفي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل نوع من الاحتكاك بالقنوات العصبية قدروا غدروفي بيعمل ايه؟ احتكاك بالايه؟ القنوات العصبية العصب نفسه مفوش حاجة لكن الاحتكاك ده بيعمل نوع من التهابات اللي هو بيمشي في السلك العصبي لغاية بالجنب الخالجي للفغز يعني بمشي من عند فوق الحوض بنزل على الجنب الخالجي عند الفغز يبان عند الميت زي ايه؟ زي قرصة في الفغز ويلف ورا الايه؟ الرجبة طيب هو ايه المشكلة هنا؟ ده ده اسم العصب الوركي او عند النسق عند السيدات اسمه ايه؟ اللي هو عائل النسق ده المشكلة بتاعته اللي هو عندي مشكلة فيه الغضريف اللي فوق الحوض عشان كده حصل فيه انزلق وحمد ايه؟ احتكاك في ايه؟ القنوات العصبية الشوكية معنا اتصلتاني يا دكتور رمضة مهبة من الجيزة الو اهلا سلام عليك اعلك السلام ايه يا مهبة تفضلني سويبulative نؤمن بسه أتكلم الدكتور اهوا تفضلين اكت نحر أليك بقول دكتور اهلا سلام بيك الفضالي انس pleasant اللي سنölkerت Spotlight اللي عشل وقت في بطücken يدعني التي كم سنة؟ وزني كام؟ ستنين w Trenton طيب طيب بطول نمصد فيه يعني انا سواست المثالين بقاله قدي الورم اللي في المفس الرجبة ده سيزا بقاله حوالي ثبت شهور مثلا بس اليوم هو ييجي بس كترام الشهر اللي خاتت ذات جدا ورحت للدكتور وقال لي عنك بستمتشح في رجبة بالزبط كده بس وخدت حوالي في البطول دواء هرد عليك هرد عليك يا أستاذ بس الوضع هرد عليك دلوقتي الموضوع الخشونة المفصلة بتاعت المفصل الرجبة اللي بيحصل فيه مشكلة اللي انا عندي لو انا ما زودتش الخشونة عندي مثلا في الرجبة قدامي اهو في الغدوف بيحصل ايه؟ بيحصل نوع من حاجة اسمها التشح مفصلي ايه التشح مفصلي اللي انا عندي الخشونة زادت فالمسافات ما بين الرجبة ما بين مفصل الرجبة قلت اوه فحصل حاجة اسمها التشح مفصلي اللي هي تورم فيه ناس بتعمل دكاتة تانية بتعمل ايه؟ بتشيل التورم ده بسرنجة كده بتشيل التورم ده بس طبعا ده كلام مش مظبوط ان هو هينزل تاني فلازم احنا نوقف نقول الخشونة دي ونخش بالحالة التداخلية عشان نقلل الموضوع ده عشان العيان بتدي يتحرك عادي لو انا عملتش كده ايه اللي هيحصل؟ لو انا عملتش الكرسي بالحالة التداخلية ده العيان خشونته بتزيد وعنمشي في سكة طويلة اخرتها زلع نفصل اه اه استور يا دكتور حضرتك في حاجة برضو هستا الحضرك عليها هي وزنها مثالي كده طب ايه الخشونة بقى ايه القصة الخشونة انها ممكن تكون بتشيل حاجات تقيلة بس خد بالك الخشونة دي للأسف انت عندك السمنة جابت خشونة في سنة عشرين سنة ان الناس بسبب السمنة الشباب يحب اكت كويه عندك الناس اللي بتشيل حديد بيحصل لهم ايه؟ بالذات اللي بيشيل حديد بيحصل لهم مشكلة في الغدريف اللي هو انزلاج ايه؟ غدروفي في العمود الفقري فالعادات بتاعتنا هي اللي سببت في ظهور امراض كانت بتظهر عند العواجيز جات للشباب اللي هي خشوط مفسر الرجبة والكاحل وانزلاج الغدروفي فللأسف ده انتشر طبعا انا بقول ان علاج قلم المفاصل اللي هو الحقن التداخلي اللي احنا بنعمله اللي هو الكورس الحقن التداخلي ده بيقلل الاحتكاك احنا بنقلل القلم طبعا فيه نقطة عازها اقولها هنا استاذ المشاهدين هو انا ماتسي لما حد يقولك هنرجل بالطرقع انا بصلي ورجبتي بالطرقع انا كده عندي خشونة؟ لأ لازم يكون فيه ألم بين لازم يكون فيه ألم مصاحب لإيه؟ لتانية المفصل علشان السوري دكتور هنعرضوه السوري بتتعرض بعيدنا ده ده مثلا قدامنا ده مفصل الكتف طبعا بيجينا دي مشكلة بقدر من شيل الحديد او شيل الحاجات التقيلة بقدر احنا متدخل بالحانات التداخلية فيه عن طريق أشعة التداخلية وبنخش عشان خاطر نقلل البين الألم موضوع الكتف الكوع التنس قلبه اللي هو في الكوع بيجي الناس كتير بقدروا في شيل الحاجات التقيلة بنعمل بقدر الحانات التداخلية عشان نقلل الفريكشن او الاحتاج في المفصل يبقى انا لازم اقول ان فيه حاجات متقدمة كتير حديثة نزلت مش منتشرة بس موجودة احنا منقول منه بعد عن حاجة اسمها الكوتيزون ده نهائي انه هو مش حل بعكس ده بيزود من وطيلة المشكلة وبيزود من وطيلة اللي هو ايه التهبات في الاربطة واحنا عايزين نقول حاجة دايما الناس تبص على عدد بتاعتها ان هي الحياة سلوكيات زي بضو كورونا كده ايه كورونا هتتقضي ازاي عليها بالسلوكيات سلوكياتك هي هتقضي على كورونا ان هو اساسا فيروس منتشر فانت سلوكياتك هي اللي هتقضي عليه زي وزي ده السمنة انت بتكون لازم تشوف نظام الغذائي بتاعك انت ماشي عليه ايه طبعا احنا نظامات الغذائية فيها كل حاجة انت احنا بالتغذائي بتاعك لازم يكون فيه كربوهايدرات بروتونات كربوهايدرات وخضرات مفيش حاجة اسمنا الشيء لانا الكربوهايدرات ده خالص انه هو بيبقى ايه بيت الطاقة اللي هو الرز ومكانه ونعيش لازم يخشه عشان الانسان ينزل بطريقة سليمة وامنة لو انا بعمل كده يبقى الانسان ما بيزيدش او بيحصلوش موبة اوبستي يعني ايه السمنة المفتة السمنة المفتة لما انت يبقى طولك مثلا يبقى وزنك 140 او اكثر فانا بتكلم ان انا بحاول اقلل السمنة باي شكل ان هو ده اول عرض بيسيب الاخرشان هنا برضو ده الكتف برضو اللي احنا اكدنا فيه السوق دي كلها احنا بجيبينها عشان خاطر احنا منقول فاعرض المفصل العامة ايه مشاكلها اوه يعني هنا بفصص الناس بالشكل العام انه مثلا الكتف التنس قلبه في الكوع الرجبة الكاحل السمنة بتعملي مشكلة في ايه في الرجبة والكاحل وفكرات العمود الفقري لكن الكتف والكوع ده يا دكتور رحمة بالسبب عادتك السيئة اللي بيشيل حاجات تقيلة الست البيت اللي هي بتشيل كياس كتيرة وهي جاي من السوق فوق حملها بيجي لها تنس قلبه بيجي لها مشكلة في الكتف الانسان اللي بيشيل قنبوبة او فوق حمله اللي بيشيل حديد اللي بيزود على نفسه الحمل ده كله بمعرض للمشاكل دي كلها طب ازاي دكتور نواجه قليم المفاصل بالطرق المتقدمة انا اتركه في الحن التدخلي هوا معنا تريفوني يا دكتور ونرجع لسؤالنا الو الو ايوه ازاي حدرتك ارسالة شرين اهلا وسهلا بيكي مونة ازاي حدرتك مونة ازاي برنامج الجديد والله مولي ده نورك يا حببتي ايه سؤالك يا مونة يا رب يا حببتي يا رب يا رب تفضلي عندك سؤال يا مونة اه ازاي حدرتك يا دكتور اه مسهلا دكتور احمد حضرتك احنا كنا عايزين يعني حاجة يعني اول مناعة بتاعتنا وكده يعني ايه الاكنات المفيدة اول مناعة بتاعتنا انا لسه اينا من شوية والله اه علشان الكورونا اول هدف ليه ضرب المناعة المناعة من قوية ازاي بالتغذية بفيتامين سي شكرا يا مونة دكتور هيجاوبة فانا يبقى انا بقوي المناعة بفيتامين ايه بفيتامين سي طيب الكورونا دي ما بتخش الجسم بتعمل ايه بتعلي حرارة الجسم علشان تضرب المناعة عشان هي تنتشر عشان تنتشر وتقتم ايه بالخلايا ازاي بقى نرجع بسؤالنا يا دكتور احنا قلنا باتي علاج قدم المفاصل احنا قلنا الحان التداخلي اللي هو دي الحاجات المتقدمة علشان اوقف نمو الخشونة الحاجات دي الكورس الده ممكن يمتد لشهرين تلاتة مفيش مشكلة بس احنا بنقول ان العلاج ده بيقعد معك قدقيق سنة ونصة او سنتين بس لو عاد ممكن يعاد تاني او ممكن لو يعاد حسب مرضود الجسم بس بنوقف نمو الخشونة بعيدة عن الكورتيزون والزيد ده خالص ان ده مش علاج احنا بنقول العلاج مش مسكن احنا بنقول ناخد بانا هنا انا بعالج مش مسكن فألم ليه المفاصل طبعا انا هنا بقى كمان زي ما احنا شرحنا طبعا موضوع الحان التداخلي اسكان في الكتفة او في الكوع او في الرجبة او كده احنا بنقول ان ازاي نقضي على السمنة بقى بالطرق العلمية المزبوطة السمنة علم القبل الالماني الاكومانشت ده في ناس كتير اللي هي طبعا بتشرفني في العيادة او في العيادات عامة عارف الكلام ده كله الدكتور بتاحهم نفسه نزل على القبل الالماني انا طبعا الناس كتعرفة شكل زمان كان كنت ملين جدا ونزل على القبل الالماني دي بتمشي على اساس ايه دكتور احمد ده طرق علمية بتمشي على التحرير الطبية ومقاس الكتلة عدد الجلسات بتحدد على مقاس الكتلة والنقاط اللي انا بتحرك عليها بتتحدد على اساس دلو ايه التحرير بتاعتك بمعنى ان انا عامدت تحرير دول كاملة وغدة واملاح فيهم مشاكل بعد سنت الشهو من طوقيع القبل الالماني او قوة القبل الالماني بجي ايه ان ان انا عدلت القبل الالماني ان انا با بعد الناس من الكيميا خالص ان دايما ادوية التخصيص للأسف مشكلتها بتعمل ايه بقى هنا الناس العمالة تاخد و الأدوية عمالها بطال وصي أنت عندك العين يجي لي يقولك إيه يجي لي يا دكتور رحمد أنا بأخد الحباية الصفرة أنا بأخد الحباية و أنا و أنا عارف الحباية الصفرة دي وهو نفسه مش عارف أسانه بأخد إيه خدت بالك ما علشان في حاجة يا دكتور أقطع حضرتك بشوف حد خاسس فبسأله أنت خسيت إزاي طب الدواء اللي أنت أخدته شوف أنت قدت إيه شوف أنت قدت إيه أن في مشكلة في الكيلة و الكبد أن هي بتعلي إنزمات الكيلة و الكبد طب أنا وقت ما جم يقولك لما أنا بقولك الأكومانشة عامل إيه برق المي ده بمشى أساس التحريط التببية و مكراسة كتلة يبني كده بقيت عامل لزا التنزل بفصلك أميس لك إنتي اللي هو ما ينفعش الأستاذ أو ما ينفعش ده أو ما ينفعش ده يبني أنا بفصلك أميس اللي هو لك إنتي عشان تنزيل صح ما ينفعش لنا أدي نفس الشكل العام لو أي حد لها تأثير على الكبد والكلي هي بتخلينا بندخل للحمام كتير أدوية التخسيص طبعا دي اللي هي بيبقى فيها مادة الفوسيمايد اللي هي بتنزل المية دي مش مشكلتي خالص انت ممكن تنزل المية تشربتي المية انتهى يا قصة انت مش عندك أنا وقت مش بعملك بنزل المية مش دي مشكلتي أنا مشكلتي التوابل زي ما أنا قلت أول الحلقة اللي مفوضة شيل التوابل والأكوبانكشا بيشيل التوابل بيعالج الموضوع ده كمان يبقى أنا عندي مشكلتي اللي أنا أشيل الأملاح وعندي مشكلة كمان اللي أنا أحرق الدهون أو أنزل الدهون أحرق الدهون دي اللي أنا بعالي الميتابوليزم دي لو عندي مشكلة في الغدة الدراقية لو أنا عندي مشكلة في اتحيي الدهون الكاملة بشوف هي فيه من الموضوع ده عشان أحله ان الدهون السيئة أو الـ LDL دي ليه اسمها الدهون السيئة ان هي متجمع في أشكال تراكمية متبعدة اللي هي بتبقى حوالين عضاء الجسم زي الكبد أو الكلا أو الحاجات دي كلها دي لازم احنا من نتخلص منها عشان ما تعاليش الكوليسترول زي بضو الشحوم البروتينية المجمعة اللي موجودة في الشررين القلبي أنا بحاول إليها عشان ما تزودش ضغط المريض لازم نعرف إن الأدوية بتاعت التخصيص أنا شايف ملايش أي قيمة أنا بحاربها أنا بحيب أمشي طبيعي جدا علشان أنا هدفي إيه كدكتور إن أنا نزل حضك بطريقة سليمة وآمنة وحافظ على عضاء الجسم ومنها إلا أنا بعد ما نزل الجسم ما يطلعش تاني يبقى يطلع في 2 كيلو وينزل في 2 كيلو ليه بقى؟ حضرت الجسمك بينزل دهون عضلات بيتخن لما بتتخني تاني بيتخن إيه؟ ده يبقى أنا كده بأثر على الكتلة العضلية لو أنا أصلت على الكتلة العضلية حضرك تيجي تقولي المجود أنا كنت بعمله قبل كده مش عامف أعمله دوقتي يا دكتور أحمد عشان حضرتك نزلة زي اليو طلع نزلة يبقى أنت أصلت على إيه؟ الكتلة العضلية وده بيبقى في مقياس الكتلة أنا معرف من الناس اللي هي بتنزل بسرعة وبيتطلع دي من مقياس الكتلة اللي هي نسبة العضلات بتبني في مقياس الكتلة وفيه كمان أدوية بناخدها الجسم بيحفظها طيب أنت ما أعملت تكامل في الأدوية هخش مع الناس في حتة الأدوية دي طيب الأدوية دي يا دكتور أحمد متفاهم ما بتشتغل إزاي؟ أنا أفاهمي لك الأدوية دي منقسم إلى ثلاث فرق عشان أفاهم الناس بقى أنت عملت تدخلين في مقطة وأنا أعمل أطلع وأنت عملت دخلين هيخش عشان قاتلك موضوع الأدوية دي يا جماعة بيلعب على ثلاث محاور فيه محور بيلعب على سنات المخ اللي هي السد الشهية وده تمنع من وزاة الصحة والسكان طبعا وأنا معهم في الموضوع ده للأسف عشان بيزود حاجة اسمها الأرق الإنصومية وبيؤدي إلى ساعات الناس بتؤدي إلى الاكتئاب يعني يسد إيه الشهية عشان ما تجعيش طبعا دي كلام مش مزوط خالص إنه للأسف بقى يعمل نعم للأرق ما تعفيش تنامي نقطة تانية يزود الاكتئاب فيه بقى نقطة بس بعيدة شوية اللي هي كانت ممكن تؤدي إلى الانتحار اللي هي الأدوية بتاعت إيه سد الشهية طب ده شك وكان فيه أدوية بعينها نزلة تسد الشهية طب الشك التاني الأدوية اللي بتزود إفراز الغدة الضرقية يبقى أن الأدوية بتزود الغدة الضرقية TSH و T3 و T4 دي علشان تزود الحر طبعا دي مشكلة إيه دكتور أحمد قصرة الأدوية يعني الناس بتاخدها بشراسة دي بتعمل إيه بقى دي ممكن تعمل إيه سرطان في الغدة الضرقية يعني أنت يعني سرطان سرطان يعني أنت خليتي خليتي تشتغل أكتر عمز الماكنة أكتر من قوتها فاتسببت اللي هي إيه اتجننت اتصعرت زي كالب الصعران كده فللأسف بقت عاملة زي إيه اتسلطنت خدتي بالك طب إيه الشك الثالث يا دكتور أحمد الأدوية اللي هي بتاخد الدهوم من الأكل وتطلحها في التواليت خدتي بالك اللي هي المادة العلمية اللي ما تكلم عن المادة العلمية اللي هي أوليستات طب مشكلتها إيه يا دكتور أحمد حضرتك لو خدت حبيت أوليستات مع حبيت فيتامين بي كومبليكس هتلاقي الدهنة نزلت في التواليت قوي 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 طب دي مشكلة إيه مشكلتها إن حضرتك بتاخد التغذية بتاعة إيه بتاعة القولون إن القولون تغذيته على الفيتامين بي لما أجي أخد بينزل الدهون الطعام مع الفيتامين بي إيه الفيتامين بي كومبليكس ده فأنت كده خدت الغذاء بتاعة إيه بتاعة القولون معنى كده اللي أنت وشيت عليها مدة طويلة سنين كتيرة ممكن تؤدي إلى مشكلة بضو سلطانية في القولون يبقى أنا بقولي الأدوية دي لو أنا مشيت عليها آه هتخسسني بس لو سبتها علاقة طردية في الفور علاقة طردية تقم الجسم ياخد منها مليا عبرت دي دكتور علاقة طردية أنا بقول علاقة طردية يعني هتسيب الأدوية هترجعي تاني بسرعة آه يبقى أنت ما عملتش حاجة يبقى أنا كده عملت إيه أنا كده ربطت الكتلة العضرية ونزلت غلط إن الجسم عاوز نظام تغذوي مزبوط اللي هو فيه كربوهيدرات دهون خضروات وبروتونات علشان يمشي صح ده ليه بتقسم على مقاس الكتلة اللي هو بتقسم في فطارك في غداك في عشاك الدكتور هو بتقسمه لك علشان أنت تمشي عليه طبعا أنا هنا تضد الرجيم الكيماوي ليه بقى الرجيم الكيماوي يعني رجيم كيماوي أنا شرت الكربوهيدرات منك شرت إيه الكربوهيدرات منك علشان أنت تنزل بسرعة نفس القصة حداك أنا ممكن نزلك خمس شاكل يعني فيه وحدة تيجي تقول لك إيه عينة تجيلي في العيادة تولية دكتور أحمد والله أنا فرحة بنت أختي كمان شهر أنا عاوز ننزل عشا كيلو خدتي باك أنا طبعا ضد الكلام ده ليه بقى أن أنت حتنزلي قبل عشا كيلو بس أنت بقى توحي في فرح وتبقي كويسة جدا بعد شهرين هترجعهم عشرين كيلو عشان أنت نزلتي غلط لازم الجسم ينزل بطريقة مظبوطة علشان تحافظي على المنسوب اللي أنت بتوصليره ما حاولش اللي أنا أصلع من البطيلة بطريقة اللي أنا أشيل الكربوهيدرات الكربوهيدرات لو أنا شلتها هي بيت الطاقة الانساب يحس له هزلان تعبان معنا اتصال سعيد ألو ألو حسين أيها أستاذ حسين حسين عايزة كنت عايزة أكلم تفضل أيها حضرينك عايزة أكلم الدكتور على مدار غدروب بس الـ 4 و 5 عندي تفضل يا أستاذ حسين الدكتور معي حضرينك أنا رحت كان عندي لغضروف الفقرة 4 و 5 في مشكلة فلما وصل الدكتور تعملت لشياءات رهنين وكده فقال لي عندك مشكلة في 4 و 5 وكان بيتمع في رجلي ده إعاد إنسا فقال لي يقول سمك على الوقت ما تقدر سمك بح وبسرية بس أنا حضرتي شغلي كله بيحتمل على لما بيشير حاجات تقيلة فأنا هل عاستمر على كده بيت ريعم ولا ولا وقت معير مثلا تمام يعني عمل جلسات عملت جلسات تعليق صبيعي عشر جلسات بقى حمتو كل واحدة إيه تحسنت بقى الحسنت الحمد للت بس أنا شغلي بيحتمل لما إيه باشي حاجات تقيلة أو يعني حاجات تقلي أصلا حرود على حضرتك حرود على حضرتك طبعا هو بيقول لي شكرا نيك يا أسسين هو شوفي قال العرض اللي أنا بيقولك عليه اللي هو الحاجات التقيلة بتعمل مشكلة في الإيه معنا مدام نور يا دكر أسفا أتفضل ممكن نكلم الدكتور من فضلك أه تفضلي الدكتور معيك تفضلي يا سيد نور أيها أيها حضرتك ممكن يا دكتور بس أنا ليه بحاجة بسيطة أنا كان عندي خشولة من قيمة تلك تخدميني وبعادي منها جامدين لفين في رقبة ولا فين حصل من قيمة شارعين في نفس الارقبة ونفس الارقبة تمام حصل أن أطعف في الغضروف الغلالي في أطعف في الغضروف الغلالي هل الغضروف الغلالي ده لازم عملية لأن فيه تبعث الأطباء بده لازم أطفل عمليات تمام وأركب جهاز عن رقبة قعد بثلات شهور تمام فأنا خايفة جدا من الموضوع ده تمام حديد كم سنة؟ فأنا مش عارفة حضرتك أعمل إيه فكات أطعف الغضروف الغلالي كم سنة يا مدام نور أنا عندي 46 سنة ماشي هنرد علي 46 خلاص هنرد علي حضرتك نرجع للسؤال الأولين يا دوكر طيب نرجع بس الأستاذ مين الأول حسين حسين نقول الحسين نقلل شيء للحاجات التقيلة الدكتور اللي بيقول لك كل سمك ده كلام مظبوط بس السمك بيقوي المواد الجليطينية اللي احنا بنحقنها مش لوحده يعني أنت لازم تخش في كورس العلاج بتاعنا علشان السمك يدعم الكلام ده زي ما احنا مندعمه بشوية أدوية معنا يعني فيه أدوية معينة مندعم بيها اللي ايه المواد الجليطينية هنحن نتكلم فيها دي طبعا لازم تقلل من شيل الحاجات التقيلة اللي انت وقعدت تشيل في حاجات التقيلة دي الموضوع بيسوق أكتر نقول الأستاذة بتاعت نور 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 فيه حاجات طبعا الموضوع الهضوف الهلاي ده بيبان من الكشف والأشاعات طبعا اللي احنا نشوف الموضوع ده مدى سوقه عامل زي الأول اللي انا نشوف هو يعني يستدر انت تعمله منظر رجبة أو منظر أو أي حاجة اللي انا اخوة عاملت حاجة تداخلية لها جراحية لو مش مطالب يبقى انا ممكن قصائط عريب ايه اللي انا اعمل الحاجة التداخلية تعنا ده والحاجة التداخلية نجح فيه احنا عملنا حالة كثير بالشكل ده بس احنا نشوف مدى السوق في الايه الهضوف الهلاي ده بس هي بتقولي يا دكتور تغيير مفصل اللي هو المفصل لا المفصل ده حاجة تانية تغيير مفصل ده اللي احنا بنقول المواد الجاتين بتاعتنا بناخد أعلى تركيز فيه بالكرس بنوقف النموة الخشونة اللي الدرجة بتحتم علينا اللي احنا بنلاقي المريض تحسن عن اللي هو يخش ايه موضوع زلع مفصل زلع مفصل زلع مفصل ده حاجة تانية خالص احنا هي بتكلم مع جهاز تانية غير زلع مفصل زلع مفصل ده اللي انا بحط زي بالزبط كده آآ بقى اقول للسادة مشاهدين حاجة زي ايه الحاجة زي ستلس فوقه تحت بنغير المفصل قرس زي الحديد بس المفصل اللي انت بتغيره ده مش بقى الماكة قابد لقابدين ده بتغير فيه مفصل بيتغير بعد سنة فيه مفصل بيتغير بعد خمس سنين فيه مفصل بيغير بعد عشر سنين اللي هو بيعمل حاجة اسمت الشح مفصلي الشح مفصلي ده اللي هو اللي هو الصديد المفصلي بتاع المفصل نفسه فانا ما بحبسش انه خش في القصة دي خالص ناخد بقى نصيحة يا دكتور عن الحلقة كلها انك تنصح المشاهدين بايه طبعا اول نصيح انا بقول للناس رياضة المشي بس في زمن الكورونا دوت احنا نزل بخير برؤس حاضرتك هتجيب لي عجلة رياضية او تريد ميل هتتمشى فيها بدل ما انت عمالتك وتحرك بقىك في الكورونا نحالي بالكورونا ازاي نحالي بالكورونا اللي انا اجيب جهازة تريد ميل او العجلة اتمشى فيها او لو انا عايزة اطرع بدري جدا الساعة خمسة الصبح اتمشى ساعة واكون لابس المسك بتاعي واتمشى بيه ساعة لانا بعيدة عن اي حد الناس نايمة بتمشى رايح جاي بالخطوة السريعة دي منها انا بزود افرازات الاملاح اللي انت العرق بتاعك بملح فبطلع اللي هي ايه استمند اللي هي مائية بطلع الاملاح برا فبتخلص من الكتلة الملحية برضو في جسم الانسان نمرة اتنين بقول الناس ايه نبعد عن اطعمة المقلية ان الاكل المقلي للاسف بيكسبك سعرات حالية كتيرة الاكل المقلي طبعا حنا بنقول للناس في النصايح بيه بس في القلي لا نصرح بيه بالزيت الدرة ولا زيت الايه ولا زيت الزتون الزتون او دي بتاكل ناي طيب زيت الزتون نقطة مهمة للسادة مشاهدين ايه فرق بينهم زيت العباد والدرة ان هو غني بمادة اسمها الامجا ستة الامجا ستة دي مهمة جدا لها دكتور احمد علشان عضلة تقوية عضلة القلب وي ايه والرئة يبا دي انا عاوز اقول اي مريض قلب اللي انت لازم تحط معلقة زيت زتون في الصبح علشان خاطر غنيه بمادة اسمها ايه الامجا ستة طيب عايزين نقول كمان ان الزت الحر مهم جدا اللي هو بتاعبزة الكتان وده يعتبر من افضل الزيوت الموجودة نقول كمان للناس كنصيحة اللي انا عاوز اقل بشوب الشاي والقهوة ان الشعب المصري يموت في الشاي والقهوة طيب لي يا دكتور احمد سببت علميا ان التمنك اسد اللي في الشاي والكافاين بيزود خشونة الشرايين القلبية فانا لما اجي اجي ازود خشونة الشرايين القلبية ايه اللي بيترصب الدهون دي اللي بتساعد في زيادة الايه او نقص الايه الHDL اللي هي الشحوم المورطيني على عدة الكسافة اللي احنا تكرمنا عليها بتخلي الدهنة تترصب على خشون ايه الشرايين فتديق كتر الشريان تزود ضغط الدم تعمل مشكلة اسمها الجلطة الدهنية فانا عندي يبقى انت تنصحنا بايه كفاية كوبايتين شاي واحد اوى بس طب اللي عنده ضغط عالي يا دكتور ممكن ياخد في انجال شاي واحد بس احمر عشان فيه الناس انت بقلت لها ما تشربيش هتشرب بس انا بقول نقنن في الشرب الشاي الاحمر والايه والكهوة انا بقول الشاي الاخضر مفيد الناس تقول لك دهن موتيل قوي ممكن تحط فيه اي طعم زي النعناق او حاجة زي كده عشان تزود المتابوز من الحر وقت البرنامج عادة بسرعة يا دكتور انا عندي معلوات كتير جدا 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 طبعا عمالك تاطف للاستاذ المشاهدين بس احنا عشان طبعا عامين نلم الموضوع بشكل معين الموضوع احنا هنحاول نحالب السمنة في الكورونا بايش ان شاء الله هيكو لك حلقة تانية معنا وشرفتنا برنامج عيشها بسعادة عزي المشاهدين يا رب اكون اسعدتكم وانتظروني في الحلقة الجاية يوم الجمعة ستاعة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا